السلام عليكم ورحمة الله انا ايض رضوان معكم من صفحة احلى مواقف الشطرانج وقناة احلى مواقف الشطرانج في يوتيوب فنشوف اليوم تحليل الجولة التامنة من مباراة بطولة العالم بين كارلسون و كاروانا فاخليكن معنا هاي هي الجولة التامنة هون كاروانا بالابيض و كارلسون بالاسود فكاروانا بلعب مثل العادة برد ايضا كارلسون بسلاحه التقليدي الدفاع السقلي واخيرا كاروانا باقتنع عدم جدوى روسوليمو ضد كارلسون فكل الجولات السابق كان يلعب بشوب ولكن هالمرة اختار السقلي المفتوح والخط الرئيسي دي فور هذا اللعب اكتر عدوانية ممكن يعطيه فرسل الفوز اكتر فمنشوف كاروانا بلش يفكر بالفوز بشكل جدي سي تيكس دي نايت تيكس دي نايت اف سيكس طبعا نايت اف سيكس نقلة مهمة جدا للضغط على البيدا اي فور اي فور واجبار الابيض بالدفاع عنه بالاحصان ومنع النقلة القوية سي فور مثلا اذا بعض اللاعبين بيفكروا انه يلعبوا الجي سيكس فهون الابيض رح يرد بي سي فور ورح يكون في عنده ضغط قوي كتير وبعدين ينشر للحصان فمشان هيك النقلة الافضل هون هي الان اف سيكس وبيجبر الاسواد انه يلعب الابيض انه يلعب نايت سي تري اي فايف وهي نقلة مسيرة للاهتمام افتتاح قوي من اللاعب كارلسون وهذا الخط من اكتر الخطوط المدروسة نظريا وملعوبة بشكل كتير فاللاعب كارلسون بيعرف هاد خط مليح ولو انه بترك بعض بعض نقطة الضعف خصوصا على العامود دي مثلا المربعين دي سيكس و دي فايف راح يكونوا نقطة مركز قوية جدا للحصان فبالتالي اللاعب كارلسون بيعرف هالشي ومع ذلك اختاروا وكون هذا الخط مدروس نظريا كتير هاد الشي بيساعد كارلسون على اللعب على التعادل بهذا الخط طبعا بلشنا نفوت بمرحلة حريجة واللاعب الاسواد راح يكون يلعب على التعادل ما بده اي مخاطرة متل ما شفنا الدور الماضي كاروانا كيف كان عم يحاول يكسر قطعه لا يحصل على التعادل لانه كان عم يلعب بالاسواد والليوم بده يلعب بشكل عدواني لا يحصل على الفوز وكارلسون بده يلعب على التعادل فبختار هاد الافتتاح وهي النقلة التقليدية بهذا الخاطلة تضغط على المربع متل ما قلنا المربع لضعيف طبعا هون اذا اللاعب الاسود سمح للحصان يروح على ويعطي كيش راح يضطر ياخده بالفيل والوزير الابيض راح يقعد بالمربع دي سيكس بمكان قوي جدا ويكون في عنا افضلية للاعب الابياض لذلك الرد المنطقي هون هو دي سيكس لانه المربع راح يصير محمي بالوزير وبالفيل نايت دي فايف الحقيقة التكملة الخط الرئيسي هون بيشوب جي فايف لا الاستفادة من المربع لضعيف التاني فمسلا خلينا نشوف هالخط بيشوب جي فايف راح يرد الاسود بي اي سيكس مهدد الحصان نايت اي تري بي فايف لا يمنع الحصان من انه يروح على المربع القوي سي فور الان نايت دي فايف لا الضغط على الحصان طبعا راح يفك الضغط بي بيشوب اي سيفن راح ياخد الحصان بالفيل يضحي بفرق بين الفيل والحصان مقابل الحفاظ على مركزية هاد الحصان القوي هون بيشوب تيكس بيشوب والان سي ثري و سي فور ايضا ممكنة لحتى يعطي خانة مهمة لحتى يرجع الحصان على اللعبة من خلال السي تو وهذا الوضع يعني الوضع الابيض عنده وضع جيد ووضع فيه لعب كتير ولكن متل ما ان هذا الافتتاح مدروس نظريا كتير فكاروانا حب يغير وراح لعب راح لعب نايت دي فايف برد كارسون نايت تيكس نايت و اي تيكس نايت نايت بي ايت طبعا فيه تمبو على الحصان ومطر الحصان يرجع اكيد هاي النايت دي ايت بفكرة انه يكون على دي سيفين بعدين يروح على جناح الملك من خلال الاف فايف ويضغط على البيضاء افضل من انه يرجع بتهديد مباشر على ال اي سيفين لانه راح يحميه بالسي فور هلأ منشوف ليش راح يتجنب هاي النقلة الان هاد الوضع ايضا فكرة الابيض انه يروح الاحصان على السي سري ويروح على الاي فور لحتى يضغط على المربع على البيضاء اللي ضعيف الاسود اللي هو على الدي سيفين طبعا هون الفكرة ايضا اللاعب الابيض عنده اغلبية بياضيق بجناح اغلبية بياضيق بجناح الوزير متل ما شايفين اربعة مقابل ثلاثة طبعا ايضا الاسود عنده اغلبية بجناح الملك وهون فكرة اللاعب الابيض يتقدم بهاي البياضيق ليعمل بيض اقسالك باقصى سرعة مشان هيك متل ما شفنا اللاعب الاسود بتجنب انه يلعب الاحصان على الدي تو لحتى ما يعطي اي نقلة سرعة مجانية بتقدم على جناح الوزير فهون يلعب هاي الفكرة بسرعة وبلعب النقلة اي فور حتى يحرك الوضع شوي بجناح الوزير ويسرع بتقدم البياضيق فبرد الاسود كارلسون بشوب اي سفن بشوب اي تو لتمهيد للتبييت تبييت من الاسود تبييت من الابياض نايت اي دي سفن لحتى يروح على الاف سيكس بشوب دي تو واف فايف اي فايف متل ما قلنا بلش كارلسون يبدأ بهجوم البياضيق على جناح الوزير بمنعه اه كارلسون بمنعه مع اه التضحية بنقطة الضعف كبيرة على البي سيكس متل ما شايفين رح تكون هالنقطة الضعف ونقطة التمركز للحصان بيهدد الحصان الحصان بيروح على ال اي ثري وهون كارلسون بيقول اه بدك تلعب على جناح الوزير رح العب على جناح المليك وبالضغط على البي على جناح المليك من خلال النقلة اي فور طبعا هاي فينا نعتبر انه هالتي من كارلسون او تحديسه لانه النقلة الملعوبة هون كانت النايت على الاف سيكس وهون كارلسون بلعب اه اي فور نايت سي فور الاستثمار السريع لنقطة الضعف اه بي سيكس نايت اي فايف نايت بي سيكس طبعا كارلسون ما رح يبدل هذا الاحصان القوي ورح يروح فيه على البي سيكس ومهدد الروخ هون كارلسون بلعب اه بي ايت طبعا نحن بعصر المحركات عصر التحليلات الدقيقة عصر التحضيرات المتقدمة جدا لو كنا بعصر الشطرنج الدهبي عصر الشطرنج الرومانسي لو كنا بعصر تال كاسباروف فشار كاربوف المية بالمية اللاعب الاسود رح يلعب الاف فايف ويضحي بالاحصان طبعا ازا اخد الروخ رح يلعب الاف سيكس افسري عفوا واللاعب اشوف الفيل الابياض ما له اي مكان يروح عليه واللاعب الاسود عنده فيلين خطيرين جدا عنده اعمدة مفتوحة عنده الوزير او يروح على على اه جناح المليك رح يصير في عنا هجوم خطير جدا لللاعب الاسود على جناح المليك فاللزال يكوني مبدئيا الاحصان ما رح ياخد الروخ رحي عفوا رح يضحي بالفيلم بدايتان ويلعب اه اه نايت تيكس روك بعدين نايت تيكس روك وهون متل ما شايفين ايضا اللاعب الاسود عنده لعب كتير اوي على جناح المليك ولكن بعصر التحضيرات ممكن تكون اه اللاعب الابيض عنده دفاع جيد ضد هالخط فالزالك كارلسون بيقرر انه ما يفوت فيه ويلعب الروك على البي ايت فبعد الروك بي ايت اه هالكاروانا رح يتابع هجومه بجناح الوزير هجوم بياضيق بالبداية لازم يحاول يوقف ايضا هجوم اه كارلسون بجناح المليك لانه اه بالنهاية اذا لعب اه السي فور رح يلعب كارلسون الاف فور وايضا كارلسون رح يصير في عنده هجوم قوي على جناح المليك ولا ننسى انه اه كارلسون اه عفوا كاروانا ملكه موجود بهالجناح ورح يصير في غير هجوم بياضيق رح يصير في خطر على المليك فلزالك اه كاروانا بياجل شوي اه هجوم جناح الوزير وبيحاول يوقف هجوم جناح المليك من كارلسون وبيلعب النقلة اف فور وهي نقلة مهمة وضرورية بها الوضع اي تيكس اف بالتجاوز بشوب تيكس اف ونقلة مصيرة كتير للاهتمام من كارلسون المفروض هون مثلا كان ينشط وزيره من خلال الاي ايت ويروح على جناح المليك ولكن هون بلعب لعبة عدوانية وبيتابع هجوم ايضا بشراسة على جناح المليك مع انه رح يضاعف موقف المليك باعتبار انه هذا الجندي مهم جدا لا حماية المليك فبرد كارلسون بيتابع هطته بجناح الوزير وبيلعب سي فور اف فور بشوب سي سري وهي نقلة قوية جدا متل ما انها لاستثمار ضعف على لاستثمار ضعف اللي صار بجناح المليك كارلسون برد نايت اف فايف والحقيقة هي نقلة ما كتير جيدة ما بدنا نقول نقلة ضعيفة ولكن ما كتير جيدة الافضل انه كان يدافع عن جناح المليك ويحمي الحصان بالنقلة بشوب اف سيكس طبعا لو لعب البيشوب اف سيكس كاروانا مضطر انه يتابع هجومه بجناح المليك ويخسر نقلتين بده يلعب البي فور بعدين بده يلعب السي فايف ولكن بنقلة كارلسون اه البشوب اف فايف اه عطى اه نقلة سريعة على كارلسون على كاروانا عطى نقلة فالان ماعد محتاج انه يلعب البي فايف فراح لعب نقلة قوية جدا وهي السي فايف باعتبار انه ما رح يحسن ياخد لانه رح يكون الحصان بدون حماية فكانت نقلة قوية من كارلسون واستثمر التسرع بالنقلة بشوب اف فايف هون كارلسون بلعب بشوب تيكس نايت تيكس بشوب كوين تيكس نايت ودي تيكس سي وهون طبعا كاروانا بنقلة السابقة ضحى ببيدق مخابل حصول على بيدق سالك قوي هون كارلسون بقبل التضحية وبيلعب دي تيكس سي فاكاروانا حصل على بيدق سالك قوي على العامود دي وهون بيلعب روك ديون لحتى يحمي هاد البيدق فطبعا بدو يلعب بشوب دي سيكس لحتى يعمل بلوك لهاد البيدق وهي نقلة كتير سلبية من كاروانا ويمكن هاي نقلة هي اللي روحت عليه فرصة الفوز كان عندو خيارات كتير تانى طبعا كاروانا كان خايف من النقلة جي فور ولكن الحقيقة كان عندو لعب قوي مثلا بدال هالنقلة كان ممكن يلعب كوين اتش فور للضغط على جناح الملك شوف الان سيطرة اللاعب الابيض على جناح الملك ممكن بعدين يجي بالرق على العامود المفتوح ممكن يروح بالحصان لا ينشط الحصان ويضغط على يساعد بالهجوم ويضغط على جناح الملك وايضا يطرد الفيل كان عندو ممكن هاي النقلة كتير قوية ايضا يمنع تنشيط الوزير الوزير الاسود راح يروح على الات لحتى يكون قادر انو يجي على جناح الوزير هاي النقلة راح تمنع الوزير من انو يعمل هالحركة فبالتالي كارل كاروانا لعب نقلة سلبية ولعب الاتش اتش سري وعطت كارلسون الوقت لحتى يلعب النقلة اي ايت كوين اي ايت ويلعب لعب جيد بجناح الملك والحقيقة كانت النقلة اللي خايف منها كارلسون كارلسون الوزير اللي هي جي فور ايضا ما كتير خطيرة كان لاعب الاسود اللاعب الابيض كان ممكن انو يدافع بشكل جيد عند هاد الوضع ولكن خلينا شوف شو اللي صار بعد الـ H3 Qe8 Nc6 Nc4 Qg6 Knight takes Bishop وQb H4 جيد ضرب H4 طبعا بهاي نقلة بنهي كل هجوم الأسود على جناح الملك Queen takes F4 Queen takes Queen Rock takes Queen و H5 نقلة قوية جدا من كارلسون طبعا لحد الآن كاروانا عنده البيداء الخطير بيداء سالك على العمود D هنا هاي نقلة مهمة جدا لحتى يحط الفيل بمربع مهم هو G4 يهدد الرخ ولكن النقطة الأهم إنه يبقى على الوتر هذا لحطين عليه سهم أحمر لحتى يضلعين الفيل على المربع D7 لحتى يمنع أي تقدم خطير للبيداء على العمود D فبرد كاروانا ب روك A1 العمود مفتوح بشوب G4 لحتى يصير في تبادل بالرخين روك F6 روك Tx F6 بشوب Tx F6 و كنج F7 بشوب Tx H4 روك A8 لحتى يبادل الرخين هون رح يصير في عنا تعادل لأنه في عنا فيلين متعاكس الألوان روك F1 كيش كنج G8 روك F6 روك A2 بيحط على الصف التاني وبيسخلي الروك فعالة جدا وهون كاروانا بلعب روك G6 كيش وهي نقطة هينقلة بتحط إشارة استفهام يعني هينقلة بتسمح للملك إنه يرجع على لعبة ويكون قريب لمنع التقدم بهذا البيضة السالك طبعا المفروض كان طبعا هذا الوضع تعادل يعني صعب تحقق في أي تقدم ولكن على الأقل كان فيك تحاول يروح يلعب الروك على البي 6 الروك على البي 6 رح يهدد البي ويحمي البي على البي 2 وهون الأسود مضطر إنه يلعب نقلة سلبية إنه يرجع بالفيل على ال C8 طبعا كانت مجرد محاولة ولكن هاي النقلة بتعطي الأسود لعب مضاد ودفاع ودفاع قوي جدا ضد هذا الوضع فالآن بلعب D6 روك D2 و روك G5 طبعا طبعا لو كروانا وقع بالفخ طبعا فخ زغير ما ممكن يقع فيه بطل عالم ولكن مجرد محاولة لو لعب روك ضربي تو شو رح يلعب اللاعب الأبيض رح ياخد الفيل واللاعب الأبيض عنده قطعة زيادة الآن لأنه لو أخد الروخ رح يكون فيه عنا وزير إجباري رح يضطر أنه يضحي بالروخ مقابله متل ما شايفين اللاعب الأبيض عنده فيل وهذا وضع فائز ولكن كالسون ما بمشي عليه هيك فاخ فبلعب بالروك D2 وهون متل ما الناس صار فيه تعادل والتفق اللاعبين على التعادل كان هذا الدور واحد أجمل أدوال تعبت بهذا اللقاء بلشنا نشوف لعب على الفوز بلشنا نشوف العدوانية من الطرفين طبعا الآن ما وصلت للدرجة اللي بدنا إياها للدرجة نعم نتوزر من لقاء قمة مثل هاد ولكن بلشنا نشوف لعب على الفوز وبالحقيقة ما منلوم اللاعبين ومنلوم بالعكس الناس اللي بتنتقد نه ليش ما عمل عب على الدوانية وليش ما عمل 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 على الفوز ليش ما عم مشوف وما عم فرجونا أدوار ممتعة الحقيقة رح أسألكون سؤال حط حالك محل كارلسون أو محل كاروانا وعم تلعب بطولة العالم هل رح تلعب للفوز اللعب المنطقي اللعب اللي بيقترحو المدربين اللعب اللي بده يؤدي للفوز بهيك تحليلات بهيك عصر أو رح تلعب لامتعة الجمهور أكيد رح تلعب على اللعب المنطقي اللي رح يؤدي فيك لأكبر احتمالية للفوز أنت مانك مستربين لحتى تلعب لامتاع الجمهور أنت رح تلعب للفوز أنت بطل العالم بالشطرنج فرح نعزر اللعبين وننتظر الآن بطولة أدوار نارية هذا كان فيديو اليوم شكرا للمتابعة وإذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة